مرحبا بكم مجددا البداية من آخر التطورات السياسية إذ ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوة المرفوعة من قبل النائبة عن الإطار التنسيقي عاليا صيف ضد مرشح تحالف إنقاذ الوطن لمنصب رئاسة الجمهورية ريبر أحمد ووفقا لقرار المحكمة الاتحادية بات بإمكان ريبر أحمد أي مرشح من الحزب الديمقراطي الكردستاني لتوليه المناصب في الحكومة الاتحادية اشتركوا في القناة